اهلا ومرحبا بكم عزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية وعزائي طلبة الصف الرابع العلمي ألتقيكم بدرس جديد من دروس الأحياء نوضح فيه اليوم ونتعرف على أجهزة أخرى في جسم الحمامة بعدما تعرفنا على الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ومكوناته اليوم نتعرف على الجهاز البولي فلاحظوا معي سؤال عدد أجزاء الجهاز البولي في الطيور مع الشرح يتألف الجهاز البولي من الكليتين وهي زوج من الكلة البعدية المفصصة الكبيرة وتقع الكلية عند الجدار الظهري للجوف الجسمي في منطقة العجز المتحد أيضا المكون الثاني هو الحالب يكون قصير ويبدأ من الفص الثاني للكلية وينتهي عند المجمع ويكون لكل كلية حالب المثانة البولية التركيب الثالث تكون مفقودة في الحمامة ويعتبر هذا أحد التكيفات لتخفيف الوزن والمساعدة على الطيران لما عدا أن عامة تمتلك مثانة بولية لأنها غير قادرة على الطيران سؤال لهيئة تعليل لاحظوا معي جميع الطيور تخلوا من المثانة البولية وذلك لأنه يمثل أحد التكيفات لتخفيف بوزنها ومساعدتها على الطيران ما عدا النعامة قلنا تمتلك المثانة البولية لأنها غير قادرة على الطيران سؤال أيضا مما تتركب الكلية في الطيور تتكون من ثلاث فصوص تفصلها أخاديد تمر من خلالها التفرعات الأوردة الكلوية ذات كبيبات صغيرة لها عدد كبير من النبيبات البولية على الجميع الطيور تخلوا من المثانة البولية عدد نعامة ووضحنا لأنها لا تطير فتحتوي على المثانة البولية سؤال كيف تخرج الطيور فضلاتها النيتروجينية بهيئة حامض البوليك أو حامض اليوريك بدلا من البولينا أو اليوريا فاستر ذلك الجواب سيكون وذلك لأن جميع المكونات الإخراجية تتراكم في قشرة البيضة مع الجنين أما اليوريا فتكون مذابة تصل إلى مستويات سامة أما حامض اليوريك فهو يتبلور من السائل ويخزن بدون خطورة داخل قشرة البيضة فلا يؤثر على الجنين ويؤذيه ننتقل أعزائي الطلبة لنتعرف بالرسم لاحظوا معي الجهاز البولي والتناسلي في أنثى وذكر الحمامة فنلاحظ بالنسبة للجهاز البولي في أنثى الحمامة حيث يتألف من الكلية والحالب اللي يمتد من الفصة الثاني وبعدها يكون عندنا المستقيم لاحظوا معي والمبيض الأيمن الأثري بعدما نتعرف على المكونات للجهاز التناسلي في الأنثى وهذه فتحة المجمع اللي يفتح فيها الحالب من كل كلية أيضا بالنسبة للجهاز البولي في الذكر في ذكر الحمامة فأيضا يتألف من الكليتان والحالبان وتفتح في فتحة المجمع بالنسبة للجهاز التناسلي فلاحظوا معي أن نتعرف على مكوناته في كل من ذكر وأنتى الحمامة لاحظ مما يتألف الجهاز التناسلي الذكري في الحمامة فيتألف من الخصيتان وتكونان بيضاويتان شكل حيث أن اليسرة تكون أكبر من اليمنى القناة المنوية والتي تمتد من السطح الداخلي للجزء الأسفل لكل خصية الحويصة للمنوية تكون أو تتكون من امتداد القناة المنوية نحو المؤخرة محاضية للسطح الخارجي للحالب والتساحة وتقع الحويصلة في منطقة المجمع يفتقر ذكر الحمامة إلى عضو الجماع ويوجد في ذكر بعض الطيور مثل البط والوز سؤال آخر علل يفتقر ذكر الحمامة إلى عضو الجماع وذلك لكونه يمثل أحد التكيفات لتقليل الوزن والمساعدة في الطيران علل أيضا تنتج الحياة من في الطيور في الليل عندما تنخفض درجة حرارة الجسم ما بين درجتين إلى ثلاث درجات سليزية وذلك عند ارتفاع درجة الحرارة فإنه يؤثر على حيوية وإنتاج النطف الآن نتعرف على مكونات الجهاز التناسلي الأنتوي في الحمامة حيث يتألف من مبيض واحد هو الأيسر أما المبيض الأيمن فيكون أثريا قناة البيض اليسرى تتكون من مجموعة من الأجزاء فهي القمع المهدب الذي يستقبل البيوض المفرزة من المبيض القطعة المجعدة وتضيف جدرانها الغدية الألبومين إلى البيضة البرزق وتضاف فيه أخشية البيضة الداخلية والخارجية أيضا الغدد القشرية وتضاف في هذا الجزء القشرة الكلسية للبيضة وآخر شيء هو المهبل نرجع للرسم أعزائي الطلبة بعدما تعرفنا على مكونات الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي في الحمامة فنلاحظ بالنسبة للذكري يتألف من الخصيتان وأيضا القناة المنوية أو الناقلة للحيامن والتي تكون بموازات الحالب هذه القناة وتفتح في فتحة المجمع فتحة قناة الحيامن أما بالنسبة للجهاز التناسلي الذكري عفوا الأنتوي فوضحنا أنه المبيض الأيمن يكون أثري وذلك لتقليل الوزن ويمثل من أحد التكيفات من أجل الطيران فتخفيف وزن الطائر أو الحمامة المبيض الأيسر لاحظنا هذا المبيض وقناة البيض اليسرى تتألف هذه من القمع والقطعة المجعدة وأيضا الرحم وفتحة المهبل اللي تفتح في فتحة المجمع مع فتحة قناة البيض فهذا بالنسبة للجهاز التناسلي الذكري والأنتوي وأيضا الجهاز البولي في الذكر وأنتا الحمامة نتعرف الآن عزائي الطلبة على بعض الأسئلة اللي اتخص موضوع الجهاز التناسلي في الحمامة عدم وجود مبيض أيمن وقناة بيض يمنى في الحمامة وذلك لأنه يمثل تكيف تركيبي للتخفيف من وزن الطائر والمساعدة في عملية الطيران سؤال أيضا كيف تتم عملية الجماع في الحمامة؟ يتم الجماع في الحمامة بانطباق فتحتي المجمع للذكر والأنتا وتطرح الحيامن من قبل الذكر في مجمع الأنتا ويتم الإخصاب في أعلى قناة البيض وقبل ساعات من إضافة الألبومين والأخشية والقشرة للبيضة سؤال آخر تظهر الطيور أنماطا سلوكية متباينة تدل بكونها مخلوقات اجتماعية خاصة في فصل التكاثر بين ذلك بنقاط أولا يحدد الذكر منطقة بناء أعشاشة ويدافع عنها بقوة اثنين يحاول جلب الأنتا من نفس النوع بوسائل ترغيب عديدة منها التغريد أيضا يجذب الذكر الأنتا حيث يتم الغزل ويرافق ذلك بناء الأعشاش والتزاوج فهذه مجموعة من السلوكيات اللي يقوم بها ذكر الحمامة لغرض التزاوج وجذب الإناث من أجل التزاوج ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى جهاز آخر موجود في جسم الحمامة هو جهاز الدوران فلاحظوا معي نتعرف على مكوناتها سؤال على التمتاز الطيور بانفصال تام بين الدورة الرئوية التنفسية والدورة الجهازية وذلك لأن انفصال الدورتين يسبب ارتفاع الضغط الشرياني الذي يعمل بدورة لإيصال المواد المختلفة إلى الأنسج الجسمية بشكل كفوق وسريع سؤال مما يتألف كل من القلب والجهاز الشرياني والجهاز الوريدي في الحمامة فبدءا من القلب يتألف من أذينين رقيقين جدران بطينين عضليين سميكين جدران وكيس أو جيب وريدي أثري ننتقل لنتعرف على الجهاز الشرياني والجهاز الوريدي في الحمامة حيث يتمثل الجهاز الشرياني بمكونات منها الأبهر الرئوي وينشأ من البطين الأيمن ويتفرع إلى شريانين رئويين يدخل كل منهما إلى أحد الرئتين باء الأبهر الحجازي أو القوس الأبهر الأيمن وينشأ من البطين الأيسر أما القوس الأبهر الأيسر فيكون مفقودا ودائما أعزاء الطلب الأجزاء المفقودة بجسم الحمامة من مكونات الأجهزة الموجودة بجسمها هذا يعتبر تكيف ترقيبي لغرب تقليل الوزن والمساعدة في طيران الطائر وخاصة الحمامة لنتعرف على مكوناتها أما الجهاز الوريدي فيتألف من الأوردة الجوفاء وهي الأمامية وتتكون من وريد وجي وترقوي يأتي بفروعة من الرأس والرقبة وريد تحت ترقوي يأتي بفروعة من الجناح وعضلات الصدر ننتقل أعزاء الطلبة لنكمل الأوردة الموجودة في جسم الحمامة الوريد الأجوى في الخلفي حيث يتكون من اتحاد جميع الأوردة التي تجمع الدم من الجزء الخلفي للجسم وهي الوريد الذيني المفرد وريدين بابيين كيلويايين بفروعة وريد بابي كبدي وفروعة والأوردة الرئوية وهي زوج من الأوردة تعود بالدم وتفتحت قبل دخولها الأدين الأيسر لتفتح بفتحة واحدة فيه فهذه مكونات جهاز الدوران والجهاز الشرياني والوريدي ونتعرف عليهم الآن ونوضحهم بالرسم فلاحظوا بالنسبة للجهاز الشرياني الجهاز الشرياني حيث يتألف من الأبهر الرئوي والأبهر الحجازي وهذا القلب في الحمامة هذه مكوناتها وشكلها وأيضا الشريان الأبهر الضهري وشرايين كيلوية بفروعة التي تأتي من الكلية والشريان يأتي من منطقة الذين أما بالنسبة للجهاز الوريدي فيتمثل بوريد أجوف أمامي وهذا القلب لاحظوا معي هنا قلب وريد أجوف خلفي هذا الوريد ووريد باب كبدي يأتي من الكبد وأوردة كيلوية تأتي من الكليتان وأيضا وريد فخدي هذا الوريد ووريد ذيلي يأتي من منطقة الذيل فهذه مكونات الجهاز جهاز الدوران من القلب وجهاز الوريدي والجهاز الشرياني بفروحهم والأوردة والشرايين المتصلة بهم أعزائي الطلباء أتمنى بنهاية وقت برنامجنا أو درسنا لهذا اليوم أن استفادئتم من المعلومات والأسئلة التي قدمناها إلى أن ألتقيكم بدرس مقبل تقبلوا تحياتي اشتركوا في القناة